وخبر مهم جداً نجمتنا نجمة المنتخب الوطني للتنس الأرضي ميار شريف المصنفة رقم 74 حسم لقب بطولة بارما المفتوحة للتنس بإيطاليا بعد فوزة على اليونانية ماريا سكاري المصنفة رقم 7 عالمياً ميار فازت بمجموعتين دون رد نتيجة الشوت الأول نتيجة المجموعة الأولى 7-5 نتيجة المجموعة الثانية 6-3 حاجة رائعة جداً مشرفة كالعادة بطلة منورة بص بيني وبينك أنا بفرح لما يبقى أبطال الألعاب الأخرى بعيدة عن الكرة يبقى نجوم خلاص لو تسألت أي مصر للقاتي ميار شريف هيقولك آه بطلتنا بطلة التنس ميار شريف اللي بتحقق إنجازات ميار شريف اللي بتعمل بطولات فبقت حاجة حلوة أول نقول ميار شريف أكأنك بتقول اسم لعب كبير وأسطورة ومشهور في كرة القدم معنا عبر الهاتف الآن السيدة أمال سابت وليدة البطلة ميار شريف يا فندم صباح الخير ومليون مبروك دايماً حاجة مشرفة ودايماً رفع رأسنا ربنا يخليك شكرة جداً جداً النهاردة إنجاز عظيم جداً وإنجاز يضاف لإنجازات ميار شريف وليلي التفاصيل والكواليس هي بطولة برما كان النهاردة السيمي والفاينال والحمد لله كذبتهم ولعبت كتير يعني النهاردة كانوا ماتشين تقال يعني بس الحمد لله قدرت يعني إنها تكسب كان موجود كبير أه طبعاً هي وصلت المرحلة دي اللي عبت كم مباراة حتى توصل للمرحلة دي يعني الثلاثين والستاشر والثمانية 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 والخمسة خمسة التوصلت معاها طبعاً بعد الإنجاز أكيد يعني وهنتها وكل حاجة الحمد لله الحمد لله يا فندم أنا بهنيكي وببريك لك وصالي تهنينا ليه ميار ودايماً مشرفانا ودايماً رفع رأسنا أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة إنجاز كبير وإنجاز رائع ليه ميار شريف